في بقى مشكلة اكبر بكتير او مش مشكلة بوادر مشكلة او توقعات بمشكلة انا بحاول اختار الالفاظ يعني لازم حلاك تعرف معلومة الاول انه مفيش الزام مفيش الزام على اي نادي انه يسيب لعبته للمنتخب الولمبي بما فيهم اللعيبة اللي هي تحت السن يعني مش لازم لعيبة الكبار يعني اللعيبة اللي هي 23 سنة وانت نازل لتحت دول كمان النادي بتاعها ممكن يرفض انضمامهم لاي منتخم مش بس منتخم مصر انا بكلم في العالم كله يعني فاعمل حسابك وخليك معايا وبدري بدري ان فيه عندية من مصر ممكن ترفض ان لعبتها تنضم للمنتخب الولمبي سواء كانوا لعبين كبار فوق السن اللي هم التلاتة الكبار او حتى اللعيبة تحت 23 سنة هتقول لي ليه كريم بتقول كده هقولك ما هي كل حاجة زي كل يوم ما بقولك كل حاجة مشبكة في بعضها دوري بتاعنا الجميل ده اللي هيخلص 15 اغسطس واعرض لك الجدول اللي اعلن اليوم لحد نهاية الدوري هيخلص 15 اغسطس ده بيعقف كل حاجة بيعقف انتقالات بيعقف لعبين ليتنموا للمنتخبات وتفاصيل اخرى كثيرة يعني فهيجي الاهلي هيجي الزمالك هيجي بيرامدز هيجي بلدات المحلة هيجي فاركو هيجي الاندية اللي تنافس على الصدارة تقولك لا ما هيدي لعيبة اساسية عندي ما انا لو سبتهم للمنتخب ممكن اخسر في المسابقة بتاعتي اللي انا بنفس عليها هيجي يقولك لا ما انا لو سبت لعبتي للمنتخب الوليمبي ممكن اهبط هتقول لها يا كريم انت بتقدم الشر ليه هقولك لا انا مش عايز اقدمه اصلا مش عايزه يبقى موجود بس من بدري بدري محتاجين ايه ننور النور ونقول للكل الاندية لو سمحتم عندكم قائمة فيها 30 لاعب بلاش تبخلوا حتى باللعيبة المهمة على منتخب مصر الوليمبي هو ده الهدف يعني من فتح الكلام انه لو سمحتم من بدري بدري انتو كلكم لكم اهمية في الرياضة المصرية